السلام عليكم يا حبيبي معنا خبرها على جريدة البيان لازم طبعا نحرز يا حبيبي وناخد بالنا لقى تسيلفي تؤدي بحياة فتاة من الطابق السبعتاشر لقيت فتاة أسيوية 16 عام حتفها اليوم بعد سقوتها من كمة أحد الأبراج في شارع الشيخ زيد من الطابق السبعتاشر ده في دبي يعني بسبب ما حاولتها أخذ سرع لنفسها وهي جالسة على حفة بلكونة الشقة وطبعا التي كانت تقنتها مع أسرتها وتجلس معها يعني مع أسرتها وأفادت يعني مصادر كانت تحاول تصور نفسها في لقيت سيلفي حيث كانت وقفة فوق كرسي وهي تجلس على حفة الحاجز الموجود في بلكونة الشقة مع حولة أغسل لقتا لنفسها مع خلفية المنظر الخارجي العلوي من الطابق السبعتاشر فاختلت وزنها بطريقة مفاجئة على حد وصف أختها التي شهادتها الحادث شهادت الحادث يعني مقدة لانزلقها من فوق كرسي الذي كانت تأفقه تقفقه وسقوطها الخارج من الأعلى بينما سقط هاتفها في البلكونة بشكل مفاجئ يعني في نفس اللحظة اللي البنت وقعت فيها يعني هاتفها برد وقع فيها في البلكونة وطبعا يا حبيب لازم ناخد التوخي والحذر طبعا لان حاجة زي دي حاجة صعبة يعني انها تحصل لأي حد مش لازم يعني تسعراضي نفسك الخطر عشان تأخذ صورة سيلفي ممكن مثلا تأخذها وانت يقف في البيت وقفها في البلكونة عادي انها مش تطلعي فوق كرسي عشان تتصوري من يعني مكان علوي زي ده ومن أبراج عالية زي دي ما ينفعش طبعا يا حبيبي وخاصة يعني لو كانت البنت يعني سنها صغير اكيد طبعا هتبقى مش عارفة انها مثلا ممكن تقع في اي لحظة وممكن ما تاخدش بالها ما تاخدش حذرها وكده يعني اه ماشي يا حبيبي وفي اغلب الاحيان طبعا لازم ان احنا نعمل تنبيهاتنا اكيد يعني اه ماشي يا حبيبي هل منزل الفيديو دي على القناة عشان تأخذوا بالك وحذركم بوي بوي